بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قراءة في مولد سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للإمام البرزنجي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستنجد به هداية لسلوك السبل الواضحة الجليا وحفظا من الغوايط في خطط الخطأ والخطاء وأنشر من قصة المولد النبوي الشريف برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وبعد فقولوا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطالب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمر ابن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير ورتضاه ابن مالك ابن النظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم نواسطته المنتقى نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حب ذا عقد سعدد وفخور أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهاني وراه حفظ الإله كرامة لمحمد أباءه الأمجاد صونا لسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرعت سرع نور النهوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفات آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حللا سندسيا وأنبعت الثمار وادن الشجر للجاني جناه ونطقت بحملها كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كاس حمياه وبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وأسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا أطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهران سقيما وعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح تسعة أشهر قامريا وآن للزمان أن ينجل عنه صدا حضر أمه ليلة مولده الشريف أنسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سماء ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتغالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كانت عظيمه صلى الله عليه وآله وسلم غاية مرامه ومرماه أطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وبرز صلى الله عليه وسلم وضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العالية موميا بذلك الرفع إلى سؤدده وعولاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن الطباعه وسجاياه ودعت أمه عبد المطالب وهو يطوف بهاتيك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور منا وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص مية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وعولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا ذهينا مكحولة بكحل العناية عيناه وقيل ختنه جده بعد سبع ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه أطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وظهر عند ولادته خارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وأعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتبا فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتذلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها ويهاد الحرم ورباه وخرج معه نور أضعت له قصور الشام القيصرية فرآها من بطاح مكة داره ومغناه وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنو شروان سمكه وسواه وسقط أربع عشرة من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محيا وغاضت بحيرة ساوات وكانت بينها مدان وقم من البلاد العجمية وجفت إذ كالفواكف موجه الثجاج ينابيعها تيك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ما أن ينفع للضمآن اللهاء وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مرويا والراجح في يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع من الأول من عام الفيل من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحمى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وأرضعته صلى الله عليه وسلم أمه أياما ثم أرضعته ثويبية الأسلمية التي اعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرا فأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سرا وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها بصلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح ووارا قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن منده وحكاه ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم فديها لفقرها وأباه فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية ودر فديها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر أخا وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وسمنت الشارف لديها والشياة وأن جاب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرز السعد برد عيشها الهني ووشا عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية الربانية فقام على قدميه في ثلاث ومشى في خمس وقويت في تسع من الشهور بفصيح النطق قوى وشق الملكان صدره الشريف لديها وانخرجا منه علقة دموية وأزالا منه حظ الشيطان وبالثلج غسلا وملآه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه وبخاتم النبوة خاتما ووزناه فرجح بألف من أمته أمة الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من صباح ثم ردته صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به غير سخيا حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشاه ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الوضية فحباها من حبائه الوافر بحباه وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها واخذته الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره وندى وصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدهم في الصحابة جمع من ثقات الرواه أطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه ولما بلغ عليه الصلاة والسلام وأربع سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافتها بالأبواء أو بشعب الحجون الوفاء وحملته حاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها عليه الصلاة والسلام بعد من زيد بن حارثة مولا وادخلته على جد عبد المطلب فضمه إليه ورقله وأعلى رقية وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ بخ لمن وقره ووالاه ولم تشك في صباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبيه وكثيرا ما غدا فاغتذا بماء زمزم فأشبعه وأرواه ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ اثني عشرات سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي آواه وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور علىه وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدم بصرا عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة سافر إلى بصرا في تجارة لخديجة الفتية ومعه ظلامها ميسرة يخدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بمعناه فنزل تحت شجرة لدى صومعة نسطور راهبا نصرانية فعرفه الراهب إذ مال إليه ظلها الوافر وآواه وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات تقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه ثم قال لميسرة أفي عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخاه وقال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في عليا وملكان على رأسه الشريف من وهج الشمس قد أضلا وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قال له الراهب وأودعه لديه من الوصية وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونماه فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه فخطبته لنفسها الزكية لتشم من الإيمان طيب رباه فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية فراغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوى وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد سنية وقال هو والله له نبأ عظيم يحمد فيه سراه فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق سعادتها الأزلية وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سمى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة بنت قريش الكعبة لانصداعها بالسيول الأبو طحية وتنازعوا في رفع الحجر الأسود فكل أراد رفعه ورجاه وعظم القيل والقال وتخالفوا على القتال وقوية العصبية ثم تداعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر إلى ذي رأي صائب وأناه فحكم بتحكيم أول داخل من باب السدنة الشيبية فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل فقالوا هذا الأمين وكلنا نقبله ونرضاه فأخبروه بأنهم رضوه أن يكون صاحب الحكم في هذا الملم ووليه فوضع الحجر في ثوب ثم أمر أن ترفعه القبائل جميعا إلى مرتقاه فرفعوه إلى مقره من ركن هاتيك البنية ووضعه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في موضعه الآن وبنى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه ولما كمل له صلى الله عليه وسلم أربعون سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمين فعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة وبدأ إلى تمام ستة أشهر بالرؤية الصادقة الجليا فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق صبح أضاء سنة وإنما ابتدأوا الرؤيا تمرينا للقوة البشرية لألا يفاجئه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه وحبب إليه الخلاو فكان يتعبد بحيراء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه وذلك في يوم الاثنين لسبع عشر خلت من شهر الليلة القدريا وثم أقوال لسبع أو لأربع وعشرين منه أو لثمان من شهر مولده الذي بدى فيه بدر محيا فقال له إقرأ فأبى فغطه غطة ثانية حتى بلغ منه الجهد وغطاه ثم قال له إقرأ فأبى فغطه غطة ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد وجتهاد ويتلقاه ثم فتر الوحي ثلاث سنين أو ثلاثين شهرا ليشتاق إلى انتشاق هاتيك النفحات الشذية ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل عليه السلام بها وناداه فكان لنبوته في تقدم إقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة التي ثبت الله بها قلبه ووقاه ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الأرقاء بلال الذي عذبه في الله أمين وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفيا وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التصديق وسقا وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخفيا حتى أنزلت عليه فاصدع بما تؤمر فجهر بدعاء الخلق إلى الله ولم يبعد منه قومه حتى عاب آلهتهم وأمر برفض ما سوى الوحدانية فتجرأوا على مبارزته بالعداوة وأذاه واشتد على المسلمين البلاء فهاجروا في سنة خمس إلى الناحية النجاشية وحدب عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم وتحاماه وفرض عليه قيام بعض من الساعات الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعاشية ثم نسخ بإيجاب الصلوات الخمس في ليلة مسراه ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعثة وعظمت بموته الرزية وتلته خديجة بعد ثلاثة أيام وشد البلاء على المسلمين عراه وأوقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية وأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قراه وغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسنة بذية ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلاه ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه ثم أسري بروحه وجسده يقضى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحى به القدسية ورج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار علىه ورأى في الثانية عيسى بن مريم البتول البرة التقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال صباه ورأى في الثالثة يوسف بصورته الجمالية وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلى وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى وناجاه وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب والطوية وحفظه الله من نهر مرود وعافاه ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيه وأدناه وأماط له حجوب الأنوار الجلالية وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه وبسط له بسط الإدلال في المجال الذاتية وفرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى خمس عملية ولا أجر الخمسين كما شاءه في الأزل وقضاه ثم عاد في ليلته وصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل وروية وكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان وأغواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به ستة من الأنصار اختصهم الله برضاه وحج منهم في القابل اثنى عشر رجلا وبايعوه بيعة حقية ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله ومأواه وقادم عليه في العام الثالث سبعون وثلاثة أو خمسة ومرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية فبايعوه وأمر عليهم اثنى عشر نقيبا حج حجة شراه فهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفرانا وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فحفظه الله تعالى من كيدهم ونجاه وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فرقبه المشركون ليردوه بزعمهم حيا ظلمنيا فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وحفاه وأم غار ثور وفاز الصديق فيه بالمعية وأقام فيه ثلاثا تحمي الحمائم والعناكب حماه ثم خرجا منه ليلة الإثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير مطيا وتعرض له سراقة فابتهل فيه إلى الله ودعاه فسأخذ قوائم يعبوبه في الأرض الصلبة القوية وسأله الأمان فمنحه إياه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على أم معبد الخزاعية ورادتها لحم أو لبن منها فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد حواه فنظر إلى شات في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية فاستأذنا في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبنا فمسح الضرع منها ودع الله مولاه ووليه فدرت فحلب وسقى كل من القوم وأرواه ثم حلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جليا فجاء أبو معبد ورأ اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه وقال أن ألك هذا ولا حلوب بالبيت تبض بقطرة لبنية فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جثمانه ومعناه فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل إلهية بأنه لو رأاه لآمن به واتبعه وداناه وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول وأشرقت به أرجاء والزكية وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقوى أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذاذات وصفات سنية مربوع القوامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أهدب الأشفار قد منح الزحج حاجباه مفلج الأسنان واسع الفم حسنة واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرافئا فيه بعض إحديداب حسن العرنين يقنا بعدما بين المنكبين سبط الكفين ضخم الكراديس قليل لحم العقب كث اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور على وعرقه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية ويتكفأ في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقى وكان يصافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبارية ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسؤوله من بين الصبية ويدرى يتلألأ وجهه الشريف تلألأ القمر في الليلة البدرية يقول ناعته لما رأى قبله ولا بعده مثله ولا بشر يرى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وآله وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعلا ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابي ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدا ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأباه وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقل اللغوى ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه وهنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعي الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبإله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين مطلبه ومنا وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدل همة وبليا ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتنحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عن من سواك غناه اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيه ولكل راج ما أمله ورجاه وقد سألناك راجين مواهبك لدني فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الرعاة وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية وسقنا غيفا يعم سيابا سببه السبسب وربا واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتما وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين نقيله وسكناه واستر له عيبه وعجزه وعية وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغاه اللهم صلي وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالا ما شنفت الآدان من وصفه الدري بإقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلا وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة